السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم شاء الله ستشوفوا معي طريقة تحضير كيك بالحليب المغلي كي يجير رائع جدا جدا هش روعة. سنحضر معكم بثلاثة نكهات كيك ثلاثة في واحد ثلاثة نكهات في كيكة واحدة كتجيه شيشة روعة ولا اروع مداق فمداقات منسجمة كتعطينا واحد مداق رائع للكيك كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها اكيد غريتنا الاعجابكم. كنخليكم الان مع مراحل الفيديو وكنتمنى انكم تابعوا معي الفيديو للاخر. بسم الله على البركة الله بالنسبة المكونات غدي نحتاجوا قبصة من الملح اربع بيضات كيسين من السكر بنكهة الفانيلا كل كيسين سبعة غرامات وعندنا هنا كأس الى ربع سكر كنقص من كمية السكر لاننا استعملنا السكر نكهة الفانيلا لدينا كأسين من دقيق كيسين من خميرة الحلوية بيكين باودر كل كيس يزين تمانية غرام في المجموعة 16 غرام لدينا كأس غير ممتلئ من الزيت وكأس غير ممتلئ من الحليب المغلي هنا لدينا الحليب المغلي يعني كنخليه فوق النار حتى يوصل درجة الغليان فهنا يفق ساخن جدا الى لحتوء في خروج البخار وعندنا هنا اربع ملاعق من السميد ناعم سميدة رقيقة او لا السميد الخاص بالبسبوسة هذه هم المكونات غدي نزول الان على بركة الله للتحضير فأول خطوة اللي سوف نقوم بعمل بركة الله بالنسبة للبيض فطبعا نره مغسول سوف نقوم بإناء فهذا الكيكا بدون خلط يعني لا يحتاج لخلط كهربائي او لدرب نضع قبصة من الملح من بعد هنا ايضا هنا اضعت البيض الأولى يعني نضع كل بيض يستحسن انكم تستعملوا البيض بدرجة حرارة المطبخ يعني لا تكونوا وضعينه من قبل في التلاجة هكذا كيكا بدرجة من فوخة وطالعة وناجحة اكتر من بعد سوف نضيفوا طبعا السقر والسقر بنكهة الفانيلا اذا نضيفوا الكيس الأول والثاني كيكا بدرجة لديها ونكهة دهرة من بعد سوف نأخذ خلط يداوي ونحرقوا السقر مع البيض جيدا حتى يدوب لنا السقر بسم الله من بعد سوف نضيفوا الزيت كذلك نضيفه على مراحل سوف نحرقوا جيدا ومن بعد سوف نضيفوا الحليب المغلي ضروري ان الحليب يكون مغلي يعني وصل درجة الغلايا بسم الله فنوضع كمية بكمية ونحرقوا حتى لا يطيب لنا هذا البيض من بعد سوف نضيف سميد ناعم فصراحة تجي رائعة حتى الرائحة تجي ولا أرواح ونضيف الآن دقيق وبالنسبة للخميرة فنضيفها في المرحلة الأخيرة سوف نضيف الآن فقط الكأس الأول من الدقيق والكأس الثاني فنخلطه مع الخميرة بسم الله دقيق طبعا فهو مغرب الأي منخول سوف نضيفها في الخميرة بسم الله نضيفه الخميرة بسم الله نضيفه بالكيس الأول والثاني ونخلط الخميرة مع الدقيق بركت الله لذلك فقد نضيف المفعول من الدقيق ويجب أن نضيف المفعول ويجب أن نضيف الكيك ناجح نضيف الآن كمية الدقيق المتبقي ونضيف الدقيق مع الخاميره ونضعه في مصفات لأن الخاميره يكون فيها تكاتولات يعني نضعه ضروري في مصفات لكي نتفادى هذه التكاتولات لم يتمشيش لنا في وسط الكيك وبالنسبة له التكاتولات نضغطها باليد ونحركه مع الخاميره وباقي المكونات هذا هو الخليط الكيك جاهز سوف ترى معي الآن مرحلة الثانية من بعد نضيف ثلاثة زليف يكونوا بنفس الحجم ونضع فيهم نفس الكمية من الخليط إذن عينكم ميزانكم مهم قد تجيبوا هذا الثليف بنفس الحجم إذن هنا هنا واحد الجزء نضيف له الكاكاو لا يعادل ملعقة كبيرة أو لا ملعقتان يعني حسب اللون مهم ثومة كيف حبيته سوف نحرك حتى ينسى جملينا الكاكاو مع خليط الكيك سوف نضيف له الجانبا الآن الجزء الثاني سوف نضيف لها القهوة سريع الدوابان بسم الله وسوف نضيف لها الدقيق سوف نضيف هنا ملعقتان أو ملعقة كبيرة مهم ثومة تركيز والأحسب اللي حبيته سوف نضيف لها قطارات من الماء المغلي فسوف ندوب هذه القهوة إذن سوف نضيف خليط القهوة بالعجينة الثانية بسم الله وسوف نضيف لها الدقيق كما ذكرت لكم الآن سوف نضيف ملعقة كبيرة لها الخليط من الدقيق لكي يكون لدينا بنفس كتافة الخليط الأول والخليط الثالث الذي هو عادي سوف نضيف له ملعقة من دقيق لكن لا تكون ممتلئة بحل ملعقة لضيفة الخليط القهوة سوف نحرك الزبدة ونضيف الزبدة ونضيف ونضيف بالنسبة للقالب الذي عملت هنا في القيص 20 سنتيمتر يعني دائما نستعمل غالبا نفس القالب الذي نستعمل في جميع الكيكات التي هي هذه لدي القيص متوسط نضيف جيدا بالزبدة ونضيف دقيق الزائد على بركة الله نضيف الآن خليط الكيك الأول الذي هو الشوكولاتة نفرغه في القالب نحاول نوزعه على أسفل القالب وضع الكمية الثانية التي هي خليط القهوة وضعه قليلا وفي الأخير نضيف الخليط الثالث بسم الله كذلك نحاول نوزعه على كل السطح لا نضيف مكان فارغ نحاول نملأ كل فراغات إذا من بعد ما وضعنا كل طبقات ندخلها الآن الفرن أنا ندخل دائما كيك الفرن بارد فاديما نقولها لكم في كل فيديو فرن يكون بارد نوضع النار من الأسفل حتى تتحمر وتنتافخ من بعد نوضع النار من الأعلى لتتحمر كذلك من الفوق بالنسبة للنار فتكون نار خفيفة لتطلع لنقل كيكة على خاطرها إذا هنا بعد ما خرجنا الكيك من الفرن نأخذه بالنسبة للزهين يبقى اختياري سأخذ الآن هذه العلبة من الكريم كراميل جاهز بسم الله بسم الله نحاول نخلطه بهذا الشكل من بعد لبركة الله سنزول الكيك من القلب سنوضعها في صحن التقديم من بعد سنوضع السلسل جاهزة سنوضعها في الأعلى سأخذها 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 كبقى لكم اختيار ذهن لكن سأخذها لغيرها لتطريقة المعتادة سأخذها للسطح سأخذها سأخذها لسطح ثم نضع كوكو في ليل محمد نحمره في ميقنات نضعه في الجوانب ونضع كمية قليلة في الوسط وفي الأخير نضع قطعتين من الشوكولاتة اذا متابعين الكرام كيك رائع بالحليب المغلي وثلاثة نكهات مختلفة مجموعة في كيكة واحدة كنتمنى من كل قلبي انكم جربوها فكجهل ديذة وشيشة رطبة وروعة في المداق جربوها خلوا لي رأيكم في التعليقات انتلاقوا فيديو قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة